شايف ايه المكاسب الاقتصادية اللي حضرتك رصدتها من رئاسة مصر الاتحاد الافريقي تمام ده سؤال مهم جدا بس خلينا اقول لحظة حاجة مهمة جدا ان افريقيا تحديدا اطار التعامل معها اطار مختلف جدا ودايما افريقيا على مدار تاريخة من الستينيات وحتى الان من بداية حصولها على الاستقلال المدخل الاقتصادي دايما بيبقى هو الركيزة الاساسية في ان انت تقدر تبني علاقات سياسية قوية جدا مع الدول الافريقية وده حتى اللي استغلته كل الدول الكبرى او الاقتصادية العظمى زي الصين او الوات المتحدة الامريكية او روسيا او خلاف وتحديدا الصين الصين يعني دخلت للقارة الافريقية من المدخل الاقتصادي وتحديدا في قطاع مهم وقطاع البنية التحتية لان تقريبا افريقيا المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي بعد نيل الاستقلال كان هناك تدمير كامل لكل اشكال البنية التحتية في الدول الافريقية بشكل عام وبالتالي ده مدخل مهم خلينا أقولك كمان يا حسام يعني عشان تقدر تبني علاقات سياسية قوية الشعوب الإفريقية يعني ما ينفعش أن نحن نعاول كتير جدا على فكرة الشعارات السياسية والكلام السياسي الكبير وأنا كشعب إفريقي أو دولة إفريقية أو مواطن إفريقي محتاج مدرسة محتاج طريق أمشي عليه محتاج مستشفى محتاج خدمات مهمة جدا تقدر أن نتساعدنا نعيش هو ده اللي أنا أقدر أدخل بي للأفضل يعني تمام بالزبط جدا يعني أنا أقولك على إحنا في سياق الحديث عن القمة الإفريقية الصين هي اللي بانت مبنى الاتحاد الإفريقي بتكلفة حوالي 500 مليون دولار وبالتالي ده دي بقى القوى النعمة القوى النعمة مش بس الفن والثقافة والتعليم لكن أيضا قوى النعمة الاقتصاد الاقتصاد عالية كبيرة جدا من قليات القوى النعمة نتكلم بقى عن مكاسب الاقتصادية برضو ببقى فيه تصور خاطئ إن احنا بتكلم على مكاسب اقتصادية لمصر بس احنا هنا بتكلم على مكاسب اقتصادية للقارة الافريقية بشكل مشترك بالزبط كده لما انت ذكرت حاجة مهمة فكرة السوق الافريقية المشتركة أو منطقة التجارة الحرة الافريقية أو إن احنا على غرار الانتقال أو ده حلم كمان بيرود الزعمال أفرق إن احنا نعمل اتحاد افريقي اقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي حال ودي فيها موقات كتير قوي جميل هنفصلها لأنه خلينا نقول احنا بنحلم بالسوق زي السوق الأوروبية بس هنا الموضوع هنا أصعب خلينا نعتبر احنا عايزين نمسك كنا نمسكهم نقطة نقطة نوضح لحضرتك في عشر نقطة اللي ممكن يعود على القصة دي أول نقطة ايه تفتكر المكسب الأهم والأبرز خلينا أقول لك قبل النقطة دي كان فيه معوق مهم جدا وأعتقد حتى كمان رئيس السيسي نادب ده فيه متدى التعاون الصيني الافريقي اللي كان منذ ثلاث أشهر أو أربعة أشهر تقريبا أن الدول الإفريقية كانت عندها فيه تقصير مهم جدا فيه إطار انضمامها للتكاتيرات الاقتصادية الإفريقية يعني تيجي تلاقي الدول الإفريقية في إطار التكاتيرات الاقتصادية الإفريقية ما بتلتزمش بأي بنود لهذه التكاتيرات زي الكوميسا أو الصدق أو خلافه على غرار مثلا أن تلاقيها في انضمامها للتكاتيرات الاقتصادية العالمية مهتمة جدا بتافي بكل التزاماتها يعني هاديك مثال جنوب إفريقيا منضم الواحد من أكبر تكاتيرات الاقتصادية على مستوى العالم بريكس طيب تيجي تشوف إطار تعاملها من خلال البريكس التزامات بشكل كبير جدا تافي بالتزاماتها بحساسها المالية بكله لكن في إطار التكاتيرات الاقتصادية الإفريقية هتلاقيها الدول الإفريقية لا تلتزم بدا المشكلة الثانية ما هو هنا بقى السؤال مع شكرا بقولك أنه صعب التفكيس على أرض وأنا يعني ممكن يكون المسأل مخيل بس يعني أحيانا بحس أنه التفكير اللي هو أنت فقير وأنا فقير فاشتخد أو يعني زي ما بيقولوا كده نأخذ الريح بالبلغة ده التصور اللي احنا شايفينه عن إفريقيا حسامي إنها دول فقيرة يعني أنت بتتكلم مثلا جنوب إفريقيا بشيء واحدة الأكبر مركز أكبر مركز دستار الحديد والسول في جوانس بيرك تتكلم على مواد خام موجودة في القرى الإفريقية مش موجودة على مصطلع عالم زي تيتانيوم اليورانيوم احتياط النفط في القرى الإفريقية أكتر من نصف كنوز بالضبط يعني لا هو الفكرة الوحية أو المعاقب واليورانيوم إن أنت ما كانش الدول الإفريقية ما كانش عندها الفترات طويلة صنع نور استراتيجيات التصنيع يعني بتصدر المواد بشكلها الأول الخام وبترد ترجع تستوردها تاني بشكل مصنع بشكل تتكليفة عالية وبترد يعني يعني سبيل مثال الكون هو مثلا الكون هو من أهم المحاصين فيها الككاو أو البن تمامكة بتصدر تن الككاو بواحد دولار في فترة من الفترات في ستنات القرن الماضي وتيجي تستورده بقى لو أنت استورد على سبيل مثال شوكولاتة مثلا يمكن تماني عدل عشرين دولار فأنت بتتكلم على أو يباع في ستارباكس بثلاثين دولار بالضبط يعني بالضبط أنت بتتكلم على حاجة على فرق بالضبط ودخط حتك لحسن أن من أهم النقاط اللي السيد الرئيس طرحها في ملفات الاختصادية في إطار هذه القمة فكرة تدعيم استراتيجات التصنيع لأنك مش تتحدث عن تنمية اقتصادية حقيقية في إفريقيا والتصنيع أو أولاية التصنيع مش موجودة وبالتالي إحنا دخلنا ابتدنا أن إحنا ندخل بقاوة في المجال ده في مساندة الدول الإفريقية في إنشاء مصانع إنشاء مصانعات تدريب عمالة هنا في مصر وبعد كده يرجعوا تاني دولهم إفريقية بالضبط يعني بناء لأنصر البشري وبوفر له كمان البنية التحقيق فيما يتعلق بالصناعات يا دي نقطة التصنيع بالضبط اللي ممكن يبقى فيه ملاطق صناعية مشتركة وغيره أو تبادل الخبرات في مجال التصنيع أو الدخول في استثمارات في التصنيع